بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معكم الأستاذ عبد الرحيم حطاب مدرس لغة إنجليزية راحل للكم امتحان 18-7-2023 العلامة من 200 تمام الجملة الأولى نقول بسم الله بيّن معي من الخيارات أنه الجملة اشتقاق لأنه بدايات الخيارات متشابهة لكن مختلفة في نهاياتها فعندي أولويات أني أتطلع بعد الفراغ فبعد الفراغ عندي تو فتو ما بتفيدني فلازم أتطلع قبل الفراغ قبل الفراغ عندي ذير فإذن ذير الجواب اسم والاسم بنتهي بمنت فإذن الجواب سي كومتمنت الجملة الثانية جملة معاني مبين معاي إنه طالب مني بيرمشن وبحكي لي إنه الكالر ايديام بس دير بالك كالر ايديام اللي بده إياه هون ريبليست يعني بدل اللي تحته خط الاندر لاين تحته خط بالكالر ايديام المناسب فبيرمشن السماح أو الموافقة اللي هي the green light فالجواب D رقم ثلاث مبين معاي إنه سؤال معاني بقولك is a state of unconsciousness طب unconsciousness يعني حالة لاوعي الكل العارف إنه الجواب سي كومة رقم أربعة بتطلع كمان مبين معاي إنه سؤال معاني كلمات one of dr. Lana's plans is two فراغ on homeopathy تمام كل الطلاب عارفين إنه هذا التمرين مهم جدا catch attention يلفت انتباه يلفت انتباه homeopathy ما بتزبط shake hands shake hands يصافح الhomeopathy ما بزبط نوع من أنواع الطب التكميلي attend a course يلطحق بدورة في الhomeopathy ولا بزبط cause offense you see لا مهن هم يبثبوا الشخص cause offense you see لشخص فإذن الجواب بتكون b طيب نيجل جملة رقم خمسة من الخيارات ببينها اشتقاق لأنها متشابهة في بداياتها ومختلفة في نهاياتها بتطلع بعد الفراغ مباشرة في معاي من الأولويات اللي أخدتها زمان آه في معاي verb 3 verb 3 إذن الجواب ال y b geometrically أوكي بنيجي لجملة السادسة الجملة السادسة بيّنت إنها معاني كلمات كريم's graduation project was about the need for more effective أصلا هاي جملة الكتاب جملة الوحدة الرابعة نفسها effective فعال في إشي تحت فعال بدهم إياه لما considering يفكروا في problems مشاكل مثل traffic السير والسيارات والأزمات فعشان أنت تحل مشكلة السير والسيارات والأزمات فلازم تعمل urban planning اللي هي الخيار A اللي هي تخطيط القرى يعني إنك تنتقل لمناطق فاضية وتعمل منها مدن من أول وجديد رقم 7 من الخيارات مبين معاي إنه الجملة اشتقاق الخيارات متشابهة في بداياتها ومختلفة في نهاياتها بتطلع بعد الفراغ في إشي يفيدني من الأولويات فيه occasion noun اسم فالاسم بده الصفة والصفة بتنتهي بالمقطع able فإذا الجواب C رقم 8 رقم 8 بيّنت إنها جملة معاني كلمات هاي من القطع الصغير اللي موجودة في نهاية الفصل الثاني شايف هي جايبين لك منها جملة دائما بقول للطلاب القطع هاي ما فيها معلومات بس بتقراها قراءة ممكن الوزارة تجيب منها جملة معاني ممكن تجيب منها تصحيخ خطأ بلاقي موضوع إنشاء many employers are looking for people with recognized إذن دائما الemployers اللي هم المدراء يعني الموظفين مش الموظفين الموظفين employees employers اللي هم الموظفين فالموظفين بدهم يوظفوك looking for بيبحثوا عن بيبحثوا عن إيش عن track record سجل إثبات خبرة رقم تسعة بتطلع هون نفس الإشي الخيارات اشتقاق فبتطلع بعد الفراغ بلاقي presentation presentation اسم فإذن الجواب صفة D successful رقم عشرة رقم عشرة بتطلع على الخيارات بلاقي إنه معاني كلمات فبعجي بقرأ الجملة It's clear from the enclosed فراغ that عبير has worked in sales for a large pharmaceutical company for many years بيقول لك واضح من إيش إنه عبير has worked اشتغلت في sales في المبيعات workforce قوى عاملة infant mortality وفيات الصغار sales pitch اللي هو إعلان مبيعات curriculum vitae سيرة ذاتية فمبين إنه سيرة ذاتية CV الخيار D رقم 11 بطلع A وبلشت هون الخيارات على القواعد فبين معي من الخيارات إنه أنا على قاعدة الـ use to Mr. Youssef retired a month ago he isn't فإزنت am is are use to ing am is are not use to ing فهي معطيك الـ is not use to ing إذن الخيار A القاعدة مباشر رقم 2 بطلع الخيارات بلاقيها على use to my family and I go بطلع تحت بلاقي بعد to ما في إشي فبلجأ لبعد الفراغ بعد الفراغ go verb 1 فمجموعة الـ verb 1 هي use to أو didn't use أو did وفاعل use to طبعا didn't use to فإذن بطلع هون ما في غير الخيار بي اللي هي use to رقم 13 next week دليل على المستقبل فإذن ما في غير خيار C will be verb ing رقم 14 by 2025 الدليل على المستقبل قلنا ما في بكتابك will be verb 3 مع أنه يكون بمعلومك خيار B في عندي تحفظ عليه لازم يكون صح بس هذا الخيار مش موجود بكتابك فأنا بنصح أنه لو أنه مش موجود بس عكل الحال أنت ما بتدقق عليه أنا منبهك من زمان ما في بكتابك will be verb 3 فأنت راح تختار خيار A will have verb 3 رقم 15 بطلع الخيارات بلاقي university مكان فإذن where رقم 16 بطلع الخيارات بعرفنا على قواعد الوحدة الرابعة water ما هي لا هي زمان عشان تأخذ wind ولا هي عاقل عشان تأخذه ولا هي مكان عشان تأخذ where water ما هي غير عاقل فإذن d which رقم 17 رقم 17 بتطلع solving different kinds of puzzles to keep the brain active كل الطلاب عارفين أنه هاي من الحالات المهمة على ال passive voice أنه يجي يعطيك object و2 وverb 1 فوين ال passive هون بالخيارات ما في غير خيار A وخيار C اللي هي am is are verb 3 was were verb 3 مش حاططهم have has مع been وverb 3 مش حاططهم إذن ما في معك إلا غير خيار A وC solving the ing طول عمرنا بننبهكم عليها إنها مفرد فإذن الخيار C is believed رقم 18 بيّن إنه if only يعني الجملة على وش فوش دايما الجواب ماضي فخيار A مضارع خيار B مضارع خيار C مضارع إذن ما في غير D تمام تمام رقم 19 حنين is in danger of losing her position in the company she works harder طيب كلنا بنعرف إنه if وas long as وprovided that ممنوع يجو مع بعض فإذن if وas long as مع بعض ممنوع when ممنوع الجملة بس وين من مجموعة ال F والas long as فإذن الجواب عندك بيكون unless لأنه هو الوحيد اللي أجع عكس الجملة منفي إنه is in danger of losing her position حنين في خطر إنه تخسر وظيفتها في الشركة ما لم تعمل بجد فإذن هون كان عولويات إنه unless الوحيد المنفية والثلاث خيارات A و C و D هم المثبتين رقم 20 my kids were caught in traffic they missed the start of the play أنا بعرف إنه قايل لكنه كلمات رابطة هاضع الإنشاء الدع دائرة على language functions بوظائف اللغوية مثل therefore whereas because of despite هاي دع دائرة بيجع عليهم فأنت عارف إنه therefore whereas بيجي بعد الفراغ فاصلة طب ما أجي بعد الفراغ فاصلة الوزارة شالته طب حبي حبي إحنا عارفين إنه because of و despite هذول بعد الفراغ ما في فعل فبتقرأ بعد الفراغ الجملة كاملة فمنت لقيت missed verb to verb to إذن فعل إذن خيار C و D غلط فإذن هيك الوزارة نعرف إنه بالكتاب بعد الفراغ فاصلة الوزارة شالت الفاصلة وحبت تختبرك لأنك إنت دارس وعارف إنه C و D لازم بعد الفراغ الجملة لا تحتوى على فعل طب منت لقيت فعل إذن ممنوع تختار C و D فإذن نظل معك A و B A من مجموعة الresults والconsequences اللي هي النتائج whereas من مجموعة الopposition والcontrast التناقض فلما يقول لك my kids كانوا في الأزمة لقطتهم الأزمة فراه عليهم المسرحية فإذن هاي جملة نتيجة منطقية فبدأ تكون therefore my kids were caught in traffic therefore they missed the start of the play رقم 21 normal normal يعني على قاعدة use to M is R use to ing فبتطلع على خيار A are used to participate غلط خيار B use to مع ing بدون R ما بزبط C students use to لا ما بزبط D my students are used to ing إذن الجواب عندك بطلع D طيب جملة رقم 22 آيوة هاي لما يحط لك خط اللي هي cleft sentence فبتيجي بتطلع انت the building of the new hospital طيب اللي تحته خط في معاي أربع خيارات قلنا it is و it was أو بعطيك كلمة بتدلع الاسم المطلوب يعني لو اجيت لخيار B وعطيتك ذيير هل اللي تحته خط يير سنة لا فإذن خيار B غلط لو اجيت على خيار D اللي هي the city هل اللي تحته خط city مدينة مكان طبعا لا هاي المكان عمان موجود فوق فإذن B و D استثنيتهم غلط ظل خيار A و C اللي هو it is أو it was معطيني it was لأنها الجملة ماضي بعد it was لازم اللي تحته خط فما في غير خيار C إنه معطيك شو اللي تحته خط ومكمل لنهاية الكلام تمام جملة رقم 23 indirect question يعني السؤال غير مباشر السؤال غير مباشر دايما بتحدد الفعل والفاعل اللي هي I وبتقلبه قبل الفعل فhow can I بتصير how I can استنى في عندي تعليق على هاي الجملة فإذن الجواب بطلع معك A هيك الكتاب طالب بس أنا عندي نصيحة هي نصيحة بشكل عام للوزارة ونقطة ثانية هاي الجملة هاي الجملة اللي هي how can I translate انحطت بين فواصل لن indirect question باللغة الإنجليزية بشبه reported speech الفرق إنه reported speech الفعل فيه بتغير أما ال indirect question الفعل فيه ما بتغير ما بتحول طب الشرط الثاني في جمل بالreported speech الفعل فيها ما بتغير أمتى لما تحط الخيارات بين فواصل فنفس المبدأ طول ما انت التزمت انك تحط جملة 23 بين فواصل لازم تحط الخيارات بين فواصل عشان يطلع معك الجواب A بس بما انك انت ما حطيت الخيارات بين فواصل فلازم يطلع معك الجواب C هاي وجهة نظري شو حسبتها الوزارة هم حرين الكتاب شو طالب انا بعرف انه الكتاب طالب ايه اوكي وانا هيك بشرحها بالصف اصلا بس انا كوجهة نظري بقول اذا نحط فواصل بالجملة الرئيسية لازم ينحط فواصل بالخيارات عشان الجملة تظلها زي ما هي بدليل مش معكم بالأدوات اي ووندر يمكن هاي النقطة ما حدا متبع لها اذا اجت اي ووندر بالامتحان لازم الجملة الرئيسية تنحط بين فواصل ويكون بمعلوم الكل اذا ما حدا ملاحظ انه لازم الفعل يتحول لماضي اي ووندر لازم الفعل يتحول لماضي حتى لو ما حط فواصل هل حدا منتبه لهذه النقطة الله اعلم هل وزارة منتبه اكيد الوزارة منتبه فانت جملة رقم 24 مبين انه it has proved that من الخيارات it has been proved that it has been proved that it has proved that الجملة على الpassive impersonal فالpassive impersonal اتفقنا انه بالجملة الرئيسية بيكون في عندك ذات تمام فمنه عندك ذات بتطلع قبليها have has verb 3 اذا have has been verb 3 ما في معك إلا خيار see it has been verb 3 باقي الخيارات غلط اوكي ابنيجلة جملة رقم 25 I wish we attended the same university طيب هاي على function تبع wish احنا كنا بنعرف انه wish اذا اجا وراها هادو verb 3 هاي wishes about the past اما wish اذا اجا وراها verb 2 هاي wishes about the present ففي معك جوابين wishes about the present اللي هو B وD بس بك تكمل the present هاي likely to happen مثل B ولا unlikely مثل D لا دايما اعرفها معرفة انه function تبع wish لما يكون وراها verb 2 او didn't او was aware او could والمهم الفعل الماضي اوكي الماضي العمود الثاني مش الماضي العمود الثالث هادو verb 3 دايما wishes present unlikely my parents didn't save enough money to buy a new house in Aqaba if only نفس الاشي if only بالاربع خيارات يعني هذا بدل انه انت على جملة wish فاذن لازم تختار الجواب الماضي فنبين معك if only they have فاذن A غلط D if only they haven't فاذن A وD غلط لانهم مضارع فظل يا B يا C فلما يقول لك my parents didn't save enough money فاذن if only they had saved لانه انه في نزل مثبت فاذن الجواب بطلع معك C رقم 27 نفس الاشي الاربع خيارات مبلشين بF فاذن اعرف انه F close والطلاب عارفين انه لما يعطيك الجملة الرئيسية جزئين فاذن F تحت لازم يكون الجزء الاول منفي بهادنت وفير بثري واذا اعطاك نفي لازم يكون مثبت بهاد وفير بثري فبتقرأ جملة 27 you had a brightly colored hat on فاذن الجملة مثبتة فاذن اعرف لازم يكون معك هدنت وفير بثري فاذن A غلط B صح C غلط D صح لانه C haven't لازم هدنت فاذن B و D لحد الان صح بلش لب هدنت وفير بثري طيب نيجي للجزء الثاني الجزء الثاني that's how I noticed you in the crowd جملة 27 فالجزء الثاني مثبت لازم ينزل ya couldn't ya might not اذا نفي لازم ينزل ya could ya might فبما انه مثبت couldn't او might not فاذا مين الصح طلع معاي B ولا D بتطلع جواب الصح B لانه هو اللي كملها might not طيب جملة رقم 28 الادوات البلاغية بز وهم هاي على A اللي هي onomatopia هذا سؤال صريح كثير جملة رقم 29 تيجب تطلع على الخيارات بتلاقي عندك الفراغ علامة ترقيم وفراغ لكلمة املاء فلما تطلع انت تلاقي the more the small فاذن لازم تلغي الخيارات اللي فيها نقطة مثل خيار A وخيار C ظل عندي الخيارات اللي فيها فواصل هم B و D اوكي تمام فاذن B و D مبدئيا هم الصح بظل beneficial يا اما B E يا اما beneficial اللي هي D لا ما بزبط beneficial الفض حرفي هون عشان تعرف التجاوب اوكي فاذن B beneficial جملة رقم 30 I am dedicated ambitious worker I have high expectations of myself and the students I teach the given information in the sentence above represents one of the following headings in a curriculum Vita يبين القصد من السؤال في السيرة الذاتية المعلومات اللي فوق بتدل على personal attributes صفاتك I am I am age I am dedicated I am ambitious تمام اوكي نيجي لسؤال القطعة تمام السؤال الاول the text states certain ways of how computers will easily run our lives كيف الحواسيب ستدير حياتنا النا كل الطلاب عارفين انه هاي القطعة على انترنت الاشياء كيف الحواسيب رح تتحكم بحياتنا يعني اعطيني امثلة انترنت الاشياء واساسا السؤال كان حرفي لاحظ واتطلع computers will increasingly run our lives for us اعطاك اياها نفسها run our lives طب كيف الحواسيب ستدير وتشغل حياتنا النا اعطيني examples او طرق ways هايها من هون من for example بي بلشت لحد هون للاخر كم وحده هذول يا استاذ هذول اربعة بالوزارة قال لك اكتب ثلاث بتسع علامات فاذا هاي السؤال الاول بالقطعة خلص سؤالي الثاني some people are uncertain about the internet of things for two reasons ايوة كل الطلاب بعرف انه الفقرة الاخيرة الناس انقسموا قسمين في ناس كانوا excited مهتمين لفكرة انترنت الاشياء وفي ناس كانوا not sure هيا بالقطعة يعني غير متأكدين يعني uncertain زي ما اعطاك اياها بسؤال اثنين فاذا انتعال على المجموعة تاعة uncertain اللي هي not sure عشان السببين شو من السببين الاسباب تفضل من هون they want to keep control of their own lives and their own things in addition they wonder what would happen if criminals managed to access their passwords and security settings تمام واللي كمل للاخر يعتبر اسباب فكلها هاي اسباب فلحد الان سؤالين على القطعة بخمستاشر علامة سهلين جدا السؤال الثالث speak to اعطيني معنى كلمة من القطعة معناها speak to بيقول لك find a word find a word رجاءا كل الطلاب لما يقول لك find a word يعني جد كلمة واحدة يعني ما تيجي تقول لي كتبت كلمتين شو بيحسب لي اياها صفر كلمة واحدة يعطيني كلمة واحدة communicate هاي افوق بالسطر الثاني طالب بيقول لي طب انا كتبت communicate with لا اول ما في مشكلة لانه حرف الجر مع الفعل يعتبر phrasal verb والphraseal verb كلمة عادة ما في مشكلة مع انه اسمه phrasal بس اسمه verb one verb فهون يعني اذا زلت حرف عادي اما كلمة واحدة communicate فاي communicate هي الصح اي جواب الكتاب النموذج اذا بدك مية بالمية يعني جملة رقم خمسة انترنت الاشياء متوقع انه يؤثر على نظام النقل بشكل ايجابي اعطيني ثلاث ايجابيات للانترنت على الترانسبورت كل الطلاب معلمهم على الانشاء انه كيف يكتب فقرة الايجابيات بيقدر يوخذها من هناك ويحطها هون ويضيف كلمة ترانسبورت وانه اشي يصير ايجابي تمام ومنها الامور هاي طبعا هذا open answer السؤال الاستنتاجي سؤال رقم خمسة بتقدر تجاوب بالطريقة اللي بدك اياها نيجلة القطعة الثانية القطعة الثانية بتحكي عن قطعة انيتا مباشرة ابلش لك بالسؤال there are three reasons يوجد ثلاث اسباب جعلت انيتا decide تقرر انها تدرس في الاردن اعطيني هاي الاسباب تفضل الفقرة الاخيرة سؤال نص صريح واضح حرفي as someone who enjoys delicious food شخص بستمتع بالطعام اللذيذ beautiful places الاماكن الجميلة friendly hospitable people الناس بحب انه يلاقي اشخاص ودودين شعب معطاء عنده كرم ضياف hospitable hospitable عفوا studying in jordan was one of the best decisions i have made in my life دراستي في الاردن كانت من افضل القرارات اللي اتخذت في حياتي سؤال اصلا كنا منبهين الطلاب علي قبل ما ييجي بنعرف احنا كلنا المدرسين انه الاسباب اللي عشانها انيتا اجت اختارت اختارت انها تدرس في الاردن هي الفقرة الاولى اللي لغي لك اياها من هون طب قائلين للطلاب لو لغى لك الفقرة الاولى الفقرة الاخيرة هاي بتزبط به اسباب فهون بفترض مش بفترض اساسا لعلمك انيتا هون بطلت بالاردن انيتا الان في المانيا فلازم تكون عارف انه انيتا لما بتتنصح شخص ييجي يقرر يدرس في الاردن اعطته هاي الاسباب فهي الاسباب صارت عند انيتا بعد ما طلعت من الاردن فبتزبط بما انه لغى الفقرة الاولى سؤال الثاني بقول لك different aspects impressed انيتا عن هير فيلو ستودانت ات يونيفرسيتي يرى هير فيلو ستودانت يعني اصدقاءها شو الاشياء اللي اثارت اعجابها عن اصدقاءها مايب الفقرة الثاني حرفي what impressed me most about students in jordan was their behavior اللي هو سلوكهم and their attitude to studying وتصرفهم موقفهم وحبهم للدراسة ولو طالب كتب all the students who I met الى اخره لعند values مضبوط كمان هاي تعتبر نقاط فاذا لحد الان اسئلة واضحة وحرفية سؤال رقم ثلاث write down the sentence which states الجمل اللي بتدل على انيتا's dream and their insistence طب طالب ما فيهم شو الانسستنس يعني اصرارها طب dream حلمها طب موجود حرفي هايو I am going to make this dream a reality ما احنا قايلين يلكوا جوا الصف this dream عامين بتعود حلمها ايش حلمها انها ترجع للاردن اكبر قدر ممكن وتصير تتكلم اللغة العربية بطلاقة فاذا هايو my dream اصلا معطيك حرفيا قبل بسطرين my dream is to be fluent in Arabic one day لحد هون صح يا استاذ اه صح طب لو طالب كمل مصبوط فاذا مية بالمية امورك لحد هون رقم اربعة الضمير there على مين بعود ارجع فوق للقطعة international students there دهشت بالطلاب الاجانب الموجودين هناك وين هناك the German Jordanian University في الجامعة الألمانية الأردنية تمام طيب طب هل تعلم انه الضمير there في كتابك جوا القطعة بعيد بعيد حوالي 10 اسطر عن الجامعة اطلع بالوزارة ما احلاهم بالوزارة قربوا لك اياه عشان يظلك منتبه فاذا الوزارة لما تشلك اسطر اعرف انه كل اشي محسوب طيب نيجي لسؤال خمسة دايما سؤال الاخير هو الاستنتاجي students who study abroad and live with foreign families الطلاب اللي بدرسوا بره وبعيشوا مع عائلات اجنبية might have positive impacts on their academic performance هذا الحكي يعطي اثار ايجابية على تحصيلهم الاكاديمي think of this statement كمان هذا open answer لانه اصلا جوا القطعة كاين قال لك انه لما انيتا عاشت مع عائلة بمادبة اوكي ولما انيتا كانت تدرس بصف العربي هاي زي بالسطر الرابع ولما انيتا كانت تمارس اللغة العربية في الشارع وكانت تمارسها في الاسواق وكانت تمارسها في الجامعة زائد الطريقة اللي تعلمت عليها انت في الرايتنج فبتقدر تكتب من هون ومن هون الست علامات سهلين باذن الله تعالى لعلمك السؤال الاستنتاج بالوزار مش هال اشي الصعب عشان تجيبه اوكي فاكتب المضمون بتأخذ علامة كاملة باذن الله تعالى طيب نيجي لسؤال literature spot سؤال literature spot هون عندك بيجي بعطيك أصد أربع أصدر من القصيدة وبقول لك الشعر استخدمت امثلة على اللي هو الجناس اعطيني الجناس انه هو في نفس السطر بدايات الحروف متشابهة تمام تمام تفضل سطر ثلاث and still the singing skylar sword الاس في still والاس في singing والاس في skylar والاس في sword كيف انقول على دفتر اجابتي يا استاذ بتنقول السطر هذا كامل وبتحط خط تحت الحرف اللي هو الاس عشان تبين انه هون الجناس طب في مثال ثاني في مثال ثاني and silent sank and sword to sing كمان السطر الاخير في اربع اسات فهي مثالين الالتريشن انتهى تمام انت طلت كل الالتريشن ممكن الوزارة بدأ كلمتين تحسب لك الاربع علامات ما في مشكلة انا اعطيتك السطرين لانه السطر الواحد يعتبر اكزامبل انا بالنسبة الي هيك الاجابة النموذجية طبعتي رقم اثنين find award جد كلمة جد كلمة اذا اعطيني كلمة لا تخبص تنقول سطر مرات بنقول للطلاب اذا ما عرف تنقول لك اي اشي بس لما يقول لك جد كلمة جد كلمة في المقطوعة هاي الشعرية معناها in agreement in agreement يعني accord طبعا لازم يقول لك جد phrase لانه accord كلمة هي لازم in accord بس قلنا الحرف الجر لما تزيد مش هالاشي يعني الواو تعتبر كلمة واحدة in accord لانه مصطلح بس لازم بالوزارة سألك find a phrase بس ما في مشكلة find aware اذا هم ملتزمين انك لو قلت accord صح ولو قلت in accord صح طيب الصفحة الاخيرة بالامتحان لي صفحة الwriting بيجي بقول لك يعطيني احد من الموضوعات التالية اكتب عن موضوع واحد في ناس بحبوا يصحوا الصبح ويبدوا عملهم وفي ناس بحبوا يصحوا بالليل ويبدوا عملهم which system of life do you prefer اي نظام من هاي نظامين حياة بتحب انت اعطيني اسباب وامتحان بس طب هذا يا استاذ شو يعتبر هذا يعتبر مقالة شو المشكلة يعتبر article طيب رقم اثنين هذه قطعة من القطع اللي موجودة معك في الوحدة السابعة كيف تراجع لامتحاناتك ففترة الامتحانات دائما مثيرة للتوتر للعديد من الطلاب وبيرانتس الاهالي رأيت ان يسي اكتب مقالة عن الاسترس during exams عن التوتر اثناء الامتحانات causes اسباب و اثار اقترح افكار للطلاب للستيودان ولأهاليهم كيف تقلل من الاسترس من التوتر بالامتحان تمام هيك بيكون خلصنا حل الامتحان بتمنى لكم كل التوفيق كان معك الستاذ عبد الرحيم حطب ترجمة نانسي قنقر